هنا بقى عايز اقول كلمة للاعلام التونسي ايه وقت تفتكروا ان خالد الغندور اللي بيفهم كورة مقدم برامج زمالكاوي اللي كان لعيب كورة هيطلع يقول ان الترجي دحكني ان اللي عبدته دحكتني لو كان عمري بقول كده لان الترجي لعي فرقة كبيرة وفرقة مميزة قد في بعض الاحيان تبعد عن مستواها قد تتراجع للخلف في بعض الاحيان لكن فرقة تقيلة لها اسم وعندها لعيبة مميزة زي ياسين مرياح ومحمد علي بن رمضان وابن حمودة ولعيبة كتير لعيبة كتير مميزة والحمد الهوني لعيبة مميزة ما اقدرش اقلل منهم ابدا ولا حتى وانا كسبان ولا حتى المكاتل السمير السليمي قالك هيكسبه على فكرة انا قلت لهم حتى بعد ما اتغلبنا طبعا ده كان رد على التونسر انهم قالوا على مستوى الزمالك انه فريق بيت حكم واحد اعلام تونسي اولعيب سابق قال كده هو قالك الفايصل في الملعب قلت لهم اوعوا استنوا بس تعالوا كلموني بعد المباراة التانية ويريد بقى لإعلام التونسي يكلمني يقول لي بقى بعد المباراة التانية يكلموني بقى التليفون ونقول بقى ايه رأيه هو كوف تسعاد خالد الكوربي تسعاد كابت سمير السليمي اللي هو بيقول ان خالد الغندور ابن الزمالك البار وانا بيقول ان الكابت سمير السليمي ابن الافريقي البار اللي هو المنافس بتاع التراجع ابن الافريقي البار تمام وبالتالي النهاردة بنكسب بنرد في الملعب يا كابت سمير يا كابت انخرد الكوربي لو الزمالك فنيا وواقع وما عندوش لعيبة وكسبتك ثلاثة لو انا بقى فنيا واقف على رجليا ومش واقع ورئيسي مش محبوس ومعديش مشاكل مالية وواواواوا كان زماني ايه النهاردة يعني الصراحة مع حق لان التوانس هدسوا عليهم جامد بعد ما كسبوهم في تونس طيب على العموم مرة واثنين وثلاثة الزمالك يفوز على الترجي هذا الفريق الكبير والعظيم ومذال الزمالك في منطقة خطرة الزمالك بعد فوز شباب الوزداد النهاردة قولا واحدا لابد ان يفوز بالمباراة القادمة اذا اراد ان يصعد لو تعادل الزمالك هيضع نفسه في وضع الترجي يتعادل وشباب الوزداد يتعادل فالفرقتين يصعدوا زي ما حصل السنة اللي قبل اللي فاتت والترجي من مصلحته انه يحط نفسه انه يطلع الزمالك مع ان المفروض يعني على حسن التصريحات جهابثة الاعلام ولعيبة كرة القدم السابقين ان الزمالك فنيا بيضحكهم فالمفروض الشباب الوزداد اقوى فالمفروض الزمالك هو اللي يصعد مع الترجي عشان فريق ضعيف الزمالك فنيا فرقة ضعيفة يعني لكن مرة واثنين وثلاثة نحترم كل الفرق نقدر كل الفرق لا نقل من اي فريق ولا نستطيع في اعلامنا واعلام زمالكاوي ان يقول على نادي الترجي انه نادي بيدحكني او لعبته بيدحكني او مستوى الفني بيدحكني او اتكلم على رئيس نادي الترجي واقلل منه او اتكلم على لعيبة او اتكلم على جهاز فني في قيمة نادي الترجي هذا النادي الكبير والعظيم